وخلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي أن الدولة تحرص على زيادة مساهمة القطاع الخاص بكل نواحي الاقتصاد كما أكد مدبولي أن الدولة تتواجه تحديا كبيرا وهو الزيادة السكانية نؤكد على حرص الدولة المصرية على تمكين وزيادة يعني هنقدر نقول زيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري واسمحوا لي أقولها بمنتهى الشففية يعني أنا تعمت أننا لما كنا بنعرض مبارح على تتبع 40 سنة من الاقتصاد المصري أننا نؤكد أن الدولة المصرية المفروض تنمو كل سنة بأضعاف مضعفة لحجم النمو اللي هي التنمو بسبب حاجة واحدة تحدي كبير جدا اسمه زيادة السكانية جايز لو ما كانش عندنا زيادة السكانية وثبات في عدد السكان زي دول كثيرة جدا كان من الوارد جدا أن لا يكون هناك احتياج لاستثمارات جديدة ولا تدفقات بحجم على أساس أنه ممكن يكون مصر الاقتصاد لنوع من التشبع وحجم التواجد بيغطي عدد السكان